الراجل يا جماعة قدام وادفرد جايب عامل أسيست لجون لساجو مانيه وجاب الجون التاني هو الأفضل في العالم زي ما هو مكتوب كده هو الأفضل في العالم لا تقول لي ميسي ولا رونالدو مش عشان مصري هو الآن الساعة عشرة وربح هو الأفضل في العالم والأحسن في العالم ويستحق الكرة الزهبية ويستحق الراتب بتاعه اللي حيوصل 500 ألف سترليني في الأسبوع على فاكرة انتوا عارفين رونالدو بياخد 510 أنا رأيي النهاردة محمد صلاح يساوي أحسن من رونالدو أحسن من ميسي وهي دي الحقيقة الجون اللي عملوا في وادفرده اللي هو صلاح بقى بيعمله هو مغمط لما بترقيصة في الجون بيرجله الشمال الواد لما ويع على الأرض اترقص بيبص الورا يعني هو صلاح ايه داخل كده ورح قطه مرقصه فالواد ويع وبيبص الورا انت روحت فين هو طبعا كان في كوكب تاني كان في كوكب تاني وبيقول لها روحي يا نورمانديتو اتفرج بعلا صلاح بعد الماتش والموزيع بيكلمه بيقول له انت عملت الأسست اللي عمله لسادي يومانين قيمة قيمة برضو برجل قال لها روحي روحي يا ابني خد خد هاتجون يا ابني خد هاتجون فالراجل المتواضع وانا ليه الشرف ان انا قابلت الراجل ده وعملت معه لقائعا الراجل المتواضع فبيقول له الجون بتاعك قال له كل الاجوان حلوين الفريق كان هايل انا ما همنيش انا اعمل ايه قال له الاسست قال له ده هو سادي يومانين يعني هايل وعظيم ايه التواضع ده ايه العظمة دي ايه الاخلاق دي الزكاة ده ايه المهارة دي الكرة دي صلاح عملها ميت مرة قبل كده وكل مرة انت عارف اللي يقول لك نقطة ميت مرة وكل مرة تضحك اه الستاد عمل اه فيه اه حصلت فيه الستاد والعالم كله رح واعف ما هذا يا صلاح ماذا تفعل ماذا تفعل يا ابن مصر ماذا تفعل يا ملك مصر حاجة تشرف شيء تقول وتعيد وتزيد ويبقى نفسك ان الناس تتعلم من الدرس ربنا يحفظوا يحفظوا من العين ويحفظوا من الشهرة الشهرة دي يا جماعة خطر ده فيه ناس بيبقى ابن مبارح يبقى حاسس ان هو سقف الكون بص كلوب قال له يا انهرب يدي يا ابني يا انهرب يدي هو فيه كده اه فيه كده وكده 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 والناس تدهش انه يبقى فيه سحر انه هو السحر اللي هو الاسم بصراحة النهاردة من غير مبالغ كتير فيه تاريخ الكرة المصرية مجاش كده حدش يزعلميني مع الاحترام لكل الاسماء حدش عمل ده ده خلاص عادل الرقم بتاع دي رجبة المية واربع جون لعب افريقي وبيعادي كل حاجة كل شيء 29 سنة لا حاجة نجحة النهاردة وانا بشوفه في الحفل ويعني من الناس اللي عاشت في لندن شوية انا اعرف الانجليز يعني ما بيتقبلوش الناس قوي بسرعة كده انما هذا شاب يختوب وده احبك تبقى موجود احبك تبقى تشرفني في الحفلة بتاعتي فرحت تفرح كده وتزقطت يعني